موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام من الرافدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العرقية والعربية والدولية ونبدأ بعد أهم العنوين في الشرق الأوسط قرية البودور تشيع قتلى مزارتها الغموض ما زال يحيط بتفاصيل الجريمة شكوك بتحقيقات البودور وفصيل مسلح يهجر السكان لتوسيع تجارته في المناطق المحررة نقرأ في العربي الجديد إصابات بين المحتجين في تظاهرات بمدينة النجف جنوب غربي العراق في الخليج الإماراتية ثمان وفايات في فاجعة الأكسجين بالأردن والملك يقيل وزير الصحة ونطالع في العرب اللندنية التهديئة مع واشنطن مناورة حوثية لتجيل الهدنة إلى ما بعد سقوط مأرب وعنونة اندبندنت عربية اللبنانيون يصارعون جائحة الدولر والتظاهرات تستعيد زخمها أما في القدس العربي فمسؤول أمريكي يقول بيونج يانج لم ترد على محاولات تواصل سرية مع إدارة بايدن أسبوع القدس العالمي ليس مناسبة سابقة من نوعها على مستوى المضمون لكن الجديد هذه المرة يبلوره اختيار المناسبة وتوقيتها والنمط الذي صيغت عليه أنشطتها وهنا جهاد بشير كتب في صحيفة البصائر أنه حين يتولى علماء المسلمين زمام المبادرة ليقود العمل في كبرى قضاياها فإن هذا يعني أن المسار الصحيح بات في المتناول وأن المسؤولية أصبحت متراصفة أمام الجماهير والمؤسسات وأنظمة الحكم كل يتبنى منها حسب موقعه ووظيفته وعلى قدر طاقته ومؤهلاته إن أسبوع القدس العالمي خطوة فريدة وانتقالة فذة ليس فقط في مساق الترويج للقضية الفلسطينية والدعوة إلى نصرتها بل لقضايا الشعوب كلها لا سيما تلك التي تشارك مؤسسات علمائها في فعالياتها وتعمل على تبني رؤاه لأن من البداها أن قضية القدس والمسجد الأقصى هي أم القضايا وقبلة اهتمام الأمة بكافة شعوبها ولعل الموقف العراقي في أسبوع القدس العالمي أبيا من بدر في منتصف الشهر إذ بادرت هيئة علماء المسلمين وما يتصل بها من مؤسسات صحفية مساندة تقف البصائر في طلعتها إلى تبني فعالياته وتوظيف أنشطتها ووسائلها في سبيله انطلاقا من أدبياتها التي تقتضي بالضرورة أن يكون لفلسطين ومسر النبي صلى الله عليه وسلم نصيب وافر من الدعم والاهتمام والعمل واستمرارا في منهجيتها التي اتبعتها منذ الأسابيع الأولى بعد التأسيس في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ثوابت قضية القدس الوقوف بحزم أمام أي مشروع أو اتجاه أو رؤية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني حتى بات الشهادات الفلسطيني العراق خصوصا ومعظم القوى والشخصيات الفلسطينية بشكل عام بحق هيئة علماء المسلمين والشيخ الراحل حارث الضاري رحمه الله كأنها نجوم تتلألأ في سماء ليلة صيفية باهرة وضف الكاتب أن أسبوع القدس العالمي ما هو إلا محطة في طريق طويل لا يجد فيه مشقة من يروم تحرير بيت المقدس ومناصرة المرابطين فيه فإذا مضت أيامه وانقضت أعماله فإن القائمين عليه يتقدمهم العلماء مستمرون في الإبقاء على مضامينه عالية الصوت شاخصة المرأة ولسيما أن المبادرات تشير إلى أن الأمة على موعد مع مشروعات فخمة ومواقف صلبة وخطوات ثابتة على صراط مستقيم بحسب أسلوب الكاتب دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظم إلى حوار وطني بين القوى السياسية ومين الشباب المحتجين ودعا أيضا القوى والأحزاب السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنجي والتسقيط السياسي هنا إبراهيم الزبيدي كتب في صحيفة العرب اللندنية أنه كما عودنا منذ جلوسه على كرسي رئاسة لا يكف الكاظم عن إطلاق الوعود الكبيرة التي لا مكان لها إلا في أحلام اليقظة وحدها الكاظم يريد أن يجمع النار والماء في إناء واحد وهو العارف أكثر من غيره باعتباره كان رئيسا للمخابرات بأن جميع الذين يدعوهم إلى حواره الوطني ليسوا أكثر من مندوبين معتمدين من حكومات واجهزة مخابرات أجنبية وأن كلامهم وأفعالهم محسوبة عليهم بدقة ولا يملك أي منهم حرية الخروج عن الصراط المستقيم الذي رسمه له سيده القابع وراء الحدود حوار الكاظم اليوم يذكرنا بمصالحة رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم فقد أصر يومها ومعه نائبه أياد علاوي ورئيس وزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري على تدوير استوانة المصالحة الوطنية وأغدق عليها الملايين من الدولارات من خزينة تمر بأسوأ حالتها وهو يعلم وهم يعلمون بأن لا مصالحة في العراق بين العراقيين بل هي مطلوبة بين الحكومات الخارجية التي لا تتصالح ولا تتسامح إلا بمقدار فمن هو المختلف مع من لكي يسعى رئيس الوزراء إلى جمعهما على طاولة حوار واحدة لتحقيق المصالحة في بينهما ثم يتوقف القتل والنهب وتفجير المفخقات وتستعيد الخزينة عافيتها وتمتلئ بأكوام من الدولارات من جديد ويسح العراقيون على تغريد العصافير وأصوات الموسيقى تملأ الساحات والميادين بدل قعقعة السلاح المجاهد المهيمن القدير أضاف الكاتب أن المصالحة التي يدعو إليها الكاظمي يجب أن لا تكون مصافحة بين زعيم وزعين قائد ميليشيا وقائد ميليشيا مختلس ومختلس آخر ثم يتفق المتحاورون على أي أخذ من نصيب هذا لترضية ذاك وتأخذ هذه الوزارة من هذا الحزب لتهدى إلى حزب غيره فنحن نريدها مصالحة صادقة وجادة حقيقية بين الشعب العراقي والشعب العراقي نفسه لا يمكن أن تتوقع من عقل سياسي مأزوم بعقد الماضي ويغيب عنه تماما مشروع وطني لا يمكن أن تتوقع منه أن يشرع دستورا يؤسسه لبناء دولة المؤسسات الديمقراطية ولا يمكن التعويل عليه في تجاوز الخراب الناتج عن تراكمات أخطاء الدكتاتورية وحروبها العبثية كما وصف إياد العنبر الذي أضف في موقع الحرة أنه بعد ثمان عشرة سنة على تغيير النظام في العراق بات واضحا وجليا أن الطبقة السياسية لم تفكر إلا بالبحث عن ضمانات تضمن لها البقاء بالسلطة أو ضمن دائرة النفوذ رغبة الإسلاميين الذين تربوا في أحزاب معارضة عنوينها إسلامية بالهيمنة على المؤسسات العليا في الدولة كانت أكثر وضوحا عندما ثبتت في المادة الثانية والتسعين من الدستور وجود خبراء في الفقه الإسلامي ضمن عضوية المحكمة الاتحادية العليا الإشكالية الحقيقية ليست في وجود خبراء في الفقه الإسلامي كما يشير إلى ذلك النص الدستوري فذلك نص عام يختبئ خلفه رغبة في تعيين فقهاء أحزاب وتيارات الإسلام السياسي في المحكمة الاتحادية يختزل فقهاء الإسلام السياسي رؤيتهم باحتكار الإسلاميين الحكم والإدارة تنفيذا وتشريعا كما تختزل العلاقة بين المجتمع والدولة بثنائية تقوم على أساس محكوم باسم الشريعة وحاكم باسم الشريعة ولذلك وجود فقهاء الإسلام السياسي ليس فقهاء الشريعة باعتبارهم خبراء مختصين وليس حاكمين في المحكمة الاتحادية يعني ضمان نفوذ قوى الإسلام السياسي على أعلى سلطة قضائية في الدولة وهي قطوة استباقية نحو المستقبل في حال ضعف تمثيلهم في البرلمان لا سيما بعد عزهم وفشلهم في إدارة الدولة يوما بعد آخر يبدو واضحا أن النظام السياسي في العراق بات عاجزا تماما عن توفير بيئة سياسية قادرة على تحقيق إصلاح سياسي ذاتي يقوم على أساس تقادم الممارسة السياسية وبحسب الكاتب فإن هذه التحركات قد تكون آخر محاولات قوى الإسلام السياسي لفرض نفوذها على المحكمة الاتحادية لكونها تأتي استكمالا لحلقات الاحتكار الذي يمارسه الإسلاميون على النظام السياسي بعد أن فرضوا هيمنتهم على الدولة بقوة السلاح الخارج عن القانون وبصفقات التخادم السياسي مع الإقطاعيات السياسية التي تعمل بعنوانات طائفية وقومية في لبنان تجاوز سعر الدولار أمام الليرة حاجزا على العشرة ألاف وفي سوريا أيضا تجاوز الأربعة ألاف وفي العراق خفضت العملة بنسبة عشرين في المئة وفي اليمن وصل الدولار في مناطق الحوثين إلى ثمانمائة وخمسين ريالا وهنا ياسر الزعاترى رأى في موقع عربي واحد وعشرين أن هذه الأرقام ليست لإضافة معلومات بشأن الأحوال التي وصلت إلى هذه الدول التي افتخر رموز محافظي إيران بالسيطرة عليها وإنما لقراءة مجمل النتائج التي وصل إليها مشروع التمدد المذهبي لإيران في الدول الأربع التي افتخر قادة إيران بسيطرة عليها ليس ثمة غير البؤس فيما يتصاعد الغضب على هيمنتها التي تؤدي إليه بدليل خسارة الظهير الشعبي الشيعي في العراق وانبقيات السيطرة للميليشيات التابعة مع تصاعد في رفض وصاية حزب الله على الطائفة في الوسط الشيعي اللبناني أما في اليمن فيغيب السخط على الحوثيين وممارساتهم وسط ردود الفعل على الإدارة الفاشلة للحرب في الطرف الآخر برعاية التحالف الذي تتناقض محاوره لكن ذلك لا ينسي الشعب اليمني أن الانقلاب هو الذي فتح الباب لهذه الجولة الطويلة من الدمار أما في سوريا فيكفي أن الغالبية ما زالت ترى إيران أهم الأعداء بل يصل التطرف بالبعض حد تفضيل الكيان الصهيوني عليه إنما جرى ويجري أكان بجلب العقوبات أم بمشروع التمدد المذهبي ومن طوى عليه من نزيف وفي ظل فشل واضح له إنما يعبر عن فشل كارثي لقيادة المحافظين وقيادة خام مينئي على وجه الخصوص إذ لا قيمة لحكاية الديمقراطية والانتخابات في بلد لا يخضع من يتحكم بالمال والسياسة الخارجية فيه لمنطق صناديق الاقتراع بل يتم الزعم بأنه يتلقى الأوامر من الله عز وجل عبر الإمام المهدي هنا أضاف الكاتب أن القيادة الإيرانية استنزفت شعبه في هذا المسلسل من الإخفاق في الوقت نفسه الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم على شعوب المنطقة ليس في سوريا واليمن والعرق فحسب إنما في عموم المنطقة بهذا الحجد المذهبي الرهيب وبضرب ربيع الشعوب العربية إذ لولا ما حصل في سوريا لما نجحت الثورة المضادة في ضرب مسيرة الربيعي على النحو الذي تبعنا سلطت مجلة الإيكونوميست الضوء على مآلات الثورة السورية بعد عشر سنوات من بديها ذكرت المجلة في تقرير لها أن عشر سنوات من الحرب تركت سوريا محطمة لكن حاكمها لن يتغير ووظفت المجلة أن الوضع الاقتصادي الآن هو أسوأ من عقد كامل وأن سوريا انقسمت واقعيا في حين قال المسؤول في الأول المتحدة إننا نشهد بل قنة سوريا بشار الأسد القابع في دمشق لا يريد التخلي عن الحكم أو المشاركة فيه وهو لا يقدم أي تنازلات لأنه يخشى أن يتم اعتبار التسوية كعلامة على الضعف لذلك فهو يهدد بمزيد من الحرب بدلا من ذلك قبل عقد من الزمان شن الأسد حربا على شعبه بدلا من قبول مطالبهم بالإصلاحات الديمقراطية ولقي مئات الألاف حتفهم في الصراع الذي اجتذب قوى أجنبية ودمر معظم أنحاء البلاد نزح نصف سكان ما قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليون نسمة استعاد رجال الأسد معظم المدن الكبرى واستحوذوا على حوالي 60% من الأرض بينما كانت نسبة الأراضي التي يسيطر عليها الأسد 30% في عام 2014 لكن هذه انتصارات باهظة الثمن الاقتصاد السوري في وضع أسوأ من أي وقت مضى قلال العقد الماضي يتم تداول اليرا السورية بحوالي 11% من قيمتها قبل الحرب بالدولار في السوق السوداء يمكن لحكومة الأسد أن تدفع 15 دولارا شهريا فقط لموظفي الخدمة المدنية ويقضي الناس في جميع أنحاء البلاد ساعات في الوقوف في طوابير للحصول على البنزين أسباب الأزمة كثيرة بما في ذلك الحرب والفساد والقيود المرتبطة بالفيروس والعقوبات الأمريكية وانهيار البنوك اللبنانية حيث خبأ الأثرياء السوريون أموالهم أضافت المجلة في تقريرها أنه ربما يحاول رئيس سوري آخر أكثر براجماتية من الأسد عقد صفقات مع السلطات الإقليمية ونقل السلطة في محاولة لإبقاء البلاد موحدة ولكن الأسد يخشى أن تكون التسوية علامة على الضعف لذلك فهو يهدد بمزيد من الحرب بدلاً من ذلك مخيف كلام وزير الخارجية الفرنسي جاناي بلودريا الخميس الماضي عن قرب نيار لبنان نهائياً وتأثير ذلك ليس بلبنان واللبنانيين فحسب وإنما على اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان وعلى المنطقة كلها أيضاً خير الله خير الله ذكر في صحيفة الرأي الكويتي أن الوزير الفرنسي يريد التحدث عن فرصة أخيرة ومدة قصيرة ما زالت متاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في لبنان لا يريد لودريان ربما من زاوية رفض الاستسلام لليأس أخذ العلم بأن الانهيار حصل فعلاً وأن لبنان في مرحلة السقوط الحر في فراغ لا قعر له يفترض بوزير الخارجية الفرنسي معرفة المزيد عن لبنان ما الذي يمكن توقعه في بلد رئيس الجمهورية فيه ميشيل عون وصهره جبران باسيل فيما المسيطر عليه فعلياً هو حزب الله الذي ليس سوى لواء في الحرس الثوري الإيراني يعني وجود مثل هذه المعادلة تحول لبنان إلى مجرد ورقة لبنانية لا مكان للوجود المسيحي الفاعل في لبنان بل للبنان كله في هذه المعادلة التي تتحكم إيران بكل شاردة أو واردة فيها انهار لبنان كلياً لا أكثر ولا أقل لم يبقى سوى كتابة وثيقة الوفاء والتراحم على بلد فقد كل المقومات التي تأسس عليها فيما رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية الفعلي يرفضان الاعتراف بذلك لم يعد لبنان يهم أحداً لا عربياً ولا دولياً إلا إذا استثنين فرنسا صار مصير لبنان مرتبطاً بكل وضوح بإيران ومشروعها التوسعي في المنطقة وهو مشروع لا أفق له لا أفق لهذا المشروع نظراً إلى أن إيران تريد ابتلاع أكثر بكثير مما تستطيع هضمه أضف الكاتب كيف يمكن الرئيس اللبناني ربط البلد بمشروع مفلس أصلاً من منطلق لأنه يريد المحافظة على حقوق المسيحيين هل سيبقى في لبنان مسيحيون كي يحافظ على حقوقهم؟ ذلك هو الخطأ الذي لا يغتفر لميشيل عون الذي قبل أن يكون رئيساً للجمهورية بفضل حزب الله من دون أن يقف لحظة أمام مرآة وأن يسأل نفسه عن النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك تطرح قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدر قيمتها ما بين عشرة وخمسة عشر مليون دولار للبيع وذلك في الثامن مشاري حزيران المقبل في مزاد تنظمه دار سودبيز هذه القطعة التي سكت في عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف ويطلق عليها النسر المزدوج قد تصبح أغلى عملة معدنية في العالم متقدمة على الدولار الفضي الذي سكته السلطات النقدية الأمريكية في عام أربعة وتسعين وسبعمائة وألف وبيع مقابل عشرة ملايين دولار في عام الفين وثلاثة عشر ولم تتداول هذه العملة الذهبية إطلاقاً إذ إن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت فرانكلين روسفيلت أنهى حينها قابلية تحويل العملة الذهبية ولكن بعض القطع منها ظهرت في سوق هوات جمع العمولات قبل أن تصادرها الاستخبارات الأمريكية باستثناء قطعة كانت موجودة ضمن مجموعة النقود الخاصة بملك مصر فاروق وفي عام الف وسبعمائة وخمسة وتسعين اشترى بريطانيون من هوات جمع النقود هذه القطعة المعدنية وبعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات سمح له ببيعها قانونياً في عام الفين واثنين إلى مالكها الحالي المصمم الأمريكي ستوارت ويسمان مقابل سبعة ملايين وتسعينئة ألف دولار نبقى الآن مشاهدين الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة